اخبار تفيد بانه قد تم القاء القابض على الفتاة التي اتهمت اشرف حاكيمي بالاختصاب اليكم موقع عاصفة من التعليقات حصدتها اخبار اللاعب المغربي الشاهير ومدافع باري سان جرمان اشرف حاكيمي منذ الاعلان عن توجيه الدعاء الفرنسي تهمة الاختصاب بحقه فقد تقاتر محبون جمكرة القدم للدفاع عنه ضد تلك الصبية المجهولة التي ادعت انه اغتصبها طارحين كما لا يحصى من الاسئلة لا سيما بعد ان اهلنت محاميته ان الشاب البالغ من العمر 24 عاما رفضت موجهته ما دفع انصار حاكيمي للتأكيد ان القضية مجرد ابتزاز مرددين ما قالته محاميته فيما شكك اخرون بكلام الشاب التي ذكرت في التحقيقات معها انها قصدت بيته ليلة 26 من فبراير الماضي لكنه بدأ بتقبيلها والتحرش بها فحاولت الفرار منه وركضت رحلة ليعلق احدهم على التويتر ساحرا يبدو انها اسرع من لاعب كرة القدم حكيمي وقد تناقلت اخبار غير مؤكدة تفيد بان الشاب الفرنسية تم القبض عليها بتهمة الابتزاز والتشهير نظرا لأقوالها المختلفة والغير المتزينة ويبقى مجرد خبر لا نعلم صحته لانه لم تخرج اي جهات رسمية لتؤكد ذلك وذلك بعد انتشار المفاجأة التي وصفت من العيار الثقيل بعدما فجرت محامية اشرف حاكيمي بان الضحية المزعومة رفضت الخضوع لاي فحص طبي او نفسي كما رفضت مواجهة اللاعب علما ان القادية او الاتهام اليوم لا يستند الا على الدعاءات بحسب ما نقلت صحيفة الكيب الفرنسية يوم الجمعة الى ذلك اوضحت ان توجيه الاتهام من قبل مدعي العام الفرنسي يعد اجراء طبيعي وروتيني يتبع عادة جلسات الاستجواب في مثل تلك القضايا الجنائية اشتركوا في القناة